لا أنا بس عايزة أعرف النهاردة تحديداً هو عبدالله كان بيلعب أصدك تقول دوره إيه؟ لأن أنا أعادت طول المطش على فكرة أنا أنا مش حاسل مع عبدالله برضو خلينا نتكلم بمنتهى الصراحة لأنه في ناس بتقولك عبدالله طب ألعب عبدالله بس قدام الاتنين و بعدين بقى أشوفه اللي هو مركزه للحقيقي الأصلي لكن أنت بتلعبه أنا شاهد عبدالله بيلعب على الخط راحت الشمال جديد يا جماعة الموضوع ده أنا معرفه هو الوحيد اللي بيعرف عبدالله لعب إيه؟ هو المدرب كروش ده الوحيد اللي عارف لكن إحنا مش هنعرف لأنه هو ما بيلعبش في حتة أنا مش شايف علشان كده أنا بقولك التأليف نرد حتة تأليف كده لازم يعملها يعني أنت بتدي لمحمد شريف بعد مصطفى محمد أي مدرب بيصنى في اللعيبة ويرقامهم عنده في البطولة مثلا مصطفى محمد المهاجم رقم واحد لأنه لعب المطش الأولاني ولعب المطش الثاني ولعب المطش الثالث فالرقم اثنين اللي بعده سين من الناس كان محمد شريف تمام؟ مصطفى طلعي محمد محمد ينزل المطش الثالث انت اديت لشريف الأولاني وديته التاني أجزاء قليلة لكن المطش الثالث ايه الفكرة أن تدي مروانه وما تديش للشريف يعني حاجة يعني هو لازم يعرف أنه اللعيبة العرب والمصريين ودي كان واجب أنه يتكلموا معه الإدارات الاتحاد والمساعدين احنا غير الأوروبيين الأوروبيين لما بترقموهم بترقموهم بفلوسهم بمعنى ان ده بياخد مئة مليون لو نزل لو قعد والتاني لعب وجاب سبعين جن أبو مئة مليون هيلعب احنا متفقين لكن انت دلوقتي محمد شريف دلوقتي إحساسه كالعيب ايه؟ لو انت احتاجته افرد مصطفى محمد لقدر الله جاله كرونا أو شد بعيد عنه يعني طب مين اللي هيلعب رقم اتنين ولا رقم ثلاثة انت لغبطينا هنا هو مصنف يا كابتن؟ هو لا مصنف ولا اي حاجة هل هو مصنف اللعيمة؟ يعني النهاردة مثلا زي ما إسلام بيقول بتلعب أصلا ب عبدالله السعيد مش هل لاجبت لا شكلة أنا معدي مشكلة ب عبدالله فحل انت اصلا عندك طريقة لعب واضحة معديش طريقة لعب واضحة اربعة تلاتى تلاتة او اربعة تلاتة اتنين واحد ولا اربعة تلاتة تلاتة لا تلاتة تلاتة طبعي بالنهاردة غيرت الطريقة صح؟ لأ ملعبش لأ نهاردة بتاعتك تنفع ما هو أنت مجلش 4-3-3 وتحط عبدالله سعيد في الملعب مهوم مهوم يعني أنت بتضحك على نفسك يعني بتضحك علينا نحنا كمشاهدين الوحيد أنا وجد نظر ولا أنت كاكروش بتضحك على نفسك يعني أنا النهاردة الكوالت بتاعت اللعيبة وإمكاناته قدراته هي اللي أنا وأنا قاعد بتفرج بقول نهاردة الرجل بيلعب كذا صح؟ صح ده طبيعي ده طبيعي منفعش تقوله عبدالله سألاعب وينج طب هتلعب وينج إزاي؟ ماستحالة يعني مش في قاموس كه 맛있는 ولله والله النهاردة عبدالله علب يعني كل استلامته من بره كل استلامته من بره لأنه العبدالله الرسم بتاعه هو رسم استلام في الحتة الميتة جهافه وسط الملعب اللي هي ما بين المهاجمين وبين نص الملعب دي الحتة عبدالله لما صلاح اتحرك فيها وتعاملت له كرة الوحيدة اللي عملها عبدالله صح لما صلاح اتحرك صح وكان واقف عبدالله صح وكرة تحت رجله صح عملها لمحمد صح بس اتواقف تغلق احنا هنرجع لحاجة مهمة المنتخب والنادي مدرب المنتخب ومدرب النادي مدرب المنتخب المدرب اللي بيباع عنده القماشة كبيرة فبيفرد طريقة لعبه على القماشة بتاعت بلد انت بتكلم عندك مثلا 300-400 لعيب بتنقم انهم على طريقة لعبك لكن في الوقت اللي في النادي انت بتعندك لعيبة فبتعمل الطريق على قماشتك على لعبتك بس لكن هو الرجل ده مجنني في حاجة انك انت حتى لما لعبت البطولة العربية المفترض انت بتعد للبطولة الافريقية